خبار مانيش عارف إذا كامش فرحكم إلا لي انتو كفاما الربحين وفاما الخاسرين من وراء هذا الخبر بسكو نحكيو اليوم على الاحتياط الفيدرالي الفايد وقرار الخفض في نسبة الفايدة متاعهم بخمسين نقطة أساس دونك نحكيو اليوم على قرار اللي طال انتظاره مش كان أمريكي وإنما عالمين على خاطر عندو بيان افيدامو دز امباكت على العالم الكل وعلى الاقتصاديات العالمية اليوم نحكيو عليه خفض اللي حد اللي معندتها ديز اغمانتاشون و دي تو متاع الفايدة اللي يبدو في في بريمان قلو احنا تشدد كبير كانو بالنسبة للفايد أبارتير من مارس الفين واثين وعشرين معرف حتى انخفاض دونك اليوم هذي يتسمى اخبار اللي انتظار كبير ما خاصة انه الفايد أكد انه ببتات خفض اخير بخمسين نقطة أساس من نهاية سنة الفين واربعة وعشرين دونك اليوم نحكيو على البنوك المركزية العربية اللي فيها الإمارات نحكيو على قطر البحرين الكويت السعودية وعومان الكل هم زادة كيف كيف قاروا الخفض في نسبة الفايدة المديرة يمتحهم ما يكون فاما بعض الاجتماعات دونك نعرفو هل هونالك انخفاض ام بش يخليو امان تي عن اللي تو اللي تم التعامل بها ذكروا انو ما زالوا فاما اجتماعات بالنسبة للفايد اللي بش تكون في نوفمبر وفي دسامبر الفين واربعة وعشرين واللي من خلال موما نجمو نعرفو هل هونالك انخفاضات قادمة ام لا في معدل ونسبة الفايدة المديرية انا قلت شكون الربح وشكون الخاتر من هذي على خاتر اليوم نحكيو على الربحين من خفض الفايدة الفايدة سامحوني نحكيو على المقتردين من افراد وشركات وحكومات زي دا بسك سامبليك الحكومات اللي اقترضت بالدولار دونك بيان افيداما النسب الفايدة متاحهم بش تتراجع وبالتالي فاما نقص في انخفاض في القيمة متاع الاقصاد الشهرية المستحقة اللي يزمهم يخالصوها نحكيو زي دا كيف كيف على اسواق الاسهم العالمية اللي حتى هي تتأثر بانخفاض نسبة الفايدة المديرية من الفايد ونحكيو على اصحاب الودائع المصرفية زي دا بيان افيداما دونك كيف كيف اليوم ينجمو نكونو من بين الربحين ذهب اف كورس قولي ذهب يعني في دامون من بين الربحين خطر وبوط اسعار الفايدة اه في عملات في العالم بش يأثر بطريقة او باخرى على المعدن الاصفر هذي ونعرفوه الدولار مرتبطة كيف كيف بالذهب وبقيمة الذهب دونك عنا قطاع الصاديرات بش يكون من اكبر الربحين في هذا الخفض عنا كيف كيف الاقتصاديات كيما قلنا اللي مرتبطة اساسا بالدولار الخاسرين باركند هما البنوك البنوك تتصدر يقولك البنوك يسبل العالم قائمة ابرز الخاسرين من خفض الفايدة بتغشينه متعود لانه بيان افيداما بش يلتجوا الى سحب اللي عندهم ودائع بيان افيداما ينجموا يصحبوا الاموال متاحهم والجزء منها استثمارات وغيره اللي تكون بعيدة على القطاع المصري فيه نحكيه كيما قلنا دونك على اصحاب الودائع اللي هما بدهم ينجموا يكونوا بين الخاسرين ونحكيه على الصين بيان افيداما اليوم وقدري نحكيه على الصين وعلاقتها وتاريخ العلاقة بين الدولار واليوان الصيني فانو اليوان يرتفع مع تراجع الدولار دوك اليوما هل نجموا نقولوا هل السينايرجية دية والالشيمية اللي بينيتهم اي بيان ينجموا يتخلصين يوما من بين الخاسرين في خفض الفائدة في آآ الولايات المتحدة الامريكية خليني نختم نعرف معتش باشا وقت ريم ولكن كمام لازم نرجع على تعليق ترامب على الخفض هذي لازم ما نجموش نتعدى وغير ما نقول وانو بالنسبة المترشح الجمهوري الانتخابية الرئاسية الامريكية دونالد ترامب انو الاحتياط الفيدرالي الامريكي آآ قال انو سيس هاتي العملية وانو القرار مسيسي بوليتيك حسب مقال هو شعبوية عندهم حتى الوازده مع ترامب انت مهيش اول مرة ولا اخر مرة اه هو دايك يتهم في جو بايدن بالله بش عبوية ويربط فيها قبل 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 اسابيع منتهم الانتخابات خالي شاب يعيش معه الاعيب سياسية ويظهر انو الاقتصاد في حالة سيء للغاية وانهم يلعبون الاعيب سياسية كبيرة دونالد ترامب في علاقة بخفض الفيدة المدرية من الفيدرالي ميساش ناخو كاركو سو جوند من وقتك اه اخدترفه مع حاجة لحقيقة اه دايغني في بريع لي بشيح كلم بش نحرق هالك ميساش خلقوه العيب والا يعيب على كنت احكي على ترامب مليل وحابيت نحكي على في واحدة من من الاجتماعات التجمعات هذيك اللي عملوها بتاع الانتخابية لدونالد ترامب ثم اون جورناليست سألته طلعت سألته قاتله منعش دايغو كنشفتوها والناس دي سامو نتفرجو فينا بيسمو فينا شافوها ولا ليه سألته قاتله شنو بشتعمل فيما خصت السلعة الواحد كيمشي العطار معتها يشري من عنده شنو سلعة معتها بشن بشنحسل هي رخصة الدنيا ليه كيفي قال قاتله شنو السياسة متاعك شو بشتعمل قالها بشنرفع في المعاليم الديواني معناتها غيالما بشنشي بلكم اكتوس كيس خا امبورتي اللي هو دي ما يقول هذي كسي اللي بشنجيبو امبورتي بشنغلي بش انتي توالي توحل تشركين لي عندك وبربابلما اللي عندك سيبشي والليغالي اللي خاطبشي القروح واحده في السوق احسن معناتها دونك ما فما عم بروبلم دو كمبيتيتي دونك اه ولا ما تحلو حتى على العطارة اللي بشتسئل فيه على عطار وماكلة معناتها مشكلتو يعود دي ما بتسيد توجو لما مزارجومات نفس الطريقة نفس الاتهامات اللي كنت تحكي فيها تويك مثلا الشعبوية اتسيطها 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 على مهم من الغاية ونحكيه حتى على ديبلوماسي ايكوناميك اليوم في حكا شوكلاة معناتها خليكم معنا ولكنكم مهم نحكي على نصر الامين العام لحزب الله تعرفوا اللي كان من المنتظر انه يتكلم اليوم وتكلم ونرجو على اهم ما قالوا صحيح سي بوليتيك ولكن رأيو سانبليك الاقتصاد العالم ولكل بيسكن نحكيه على اليوم الاستهدافات والانفجارات اللي اللي تعودت في 48 ساعة لي معنات اعضاء ومشاركين في حزب الله وعندهم يقول انه التفجيرات هذية نجمه نجزمه انه هي اعلان حرب من قبل الكيانة السعيوني ويقول انه وصلنا الى نتيجة شبه قطعية بشأن ملبسات التفجيرات وانه ما يحدث هو اعلان حرب دونك سختنمو بشكلنا متابعة للقضاء هذه خطر اليوم وفهم اجتماع زادة في باريس بهذا الخصوص من فرنسا المانيا ايطاليا بريطانيا والملايات المتحدة الامريكية بشكلنا حاضرين بشي تناقشوا في هذا بخصوص زادة هدنا في غزة ولكن ولو انه الكيانة السعيوني ما لابنوش من اللي قاعد تتقال كل هذا وقال اللي هو بشي مدد التواصم عم بتاع الحرب الى الحدود اللبنانية دونك نصر الله يقول بش سنسلو خلال وقت قد سير الى نتائج يقينية بشأن التفجيرات وحينها سيبنى على الشيء مقتضاه ولا ان شاء الله الخير شكرا لك من انتو كانت تابعوا ونشوفوش بشي سير علي بشترشف تيخب وقتك الكل بعد الاخبار ما تخافش مانتا وقتك الكل بشتاخدوا بعد الاخبار نرجو بعد معهش